مخدر برضو حضرتك أنا مش عايز أستصغر هذه الشكاوة بس هي بالنسبة لكل شاكي قصة طويلة عايش في معاناة فيها وعملاله إصدار لمدة كذا بس أنا أقول لكم من حاجات صغيرة دي يمكن تبوّر شغل كبير حضرتكم وعملينه الحقيقة المواطنين دائما على حق يعني الفترة اللي فاتت انت عارف حقيقة وزارة تموين والتجارة لها شقين شق الجزء التموين والشق التجارة في الشقة التموين كل ما يتعلق به البطاقات والدعم صحيح ونتعرف حقيقة في الفترة السابقة زاد حجم الدعم للفرد إلى خمسين جنيه واصبح هناك إتاحة لأكثر من سلعة غير السلعة الأساسية مصبور فضلا عن نقاط الخبز الناس النهاردة بما بتوفر في الخبز بتقدر النهاردة تاخد نقاط والنقاط دي بتشتري بيها سلعة أخرى قد تكون تموينية أو غير تموينية الفترة اللي فاتت عملنا عملية تنقية لكافة البطاقات إحنا عندنا ما يقرب من 22 مليون بطاق التموين 22 بتخدم ما يقرب من 72 مليون مواطن تمام تمام فأنا بس بدي لحضرتك حجم لا لا ما أفهم الحجم البيانات فحضرتك عشان تقدر تعمل حصر وتطقيق بس ما نزعلش مني الدكتور ما نزعلش مني الدكتور أنا كمواطن مليش علاقة صحيح وحضرتكم كوزارة أنتو اللي قلتو يلا عملوا كذا ويلا قدموا كذا والفترة كذا والحد الأقصى كذا وأنا عملت اللي علي أنا دلوقتي ما ينفعش يبقى المشكلة في التأخر سببها أنه طب ما احنا ما الحقناش ما أنتو اللي قلتو لا لا هو مش موضوع ما الحقناش تعرف حضرتك أنت بتحط مجموعة من الافتراضيات وتقول أن المنظومة هتاخد مني وقتها مزبوط مش كده مزبوط فهذه الافتراضيات قد تكون صحيحة أو جزء منها صحيح والجزء الآخر غير صحيح زي ما وضحك أنت بتتعامل في وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أكبر قاعدة بيانات لمواطنين في جمهورية مصر العربية أكثر من أي وزارة أخرى على الإطلاق تمام فكرة التحديث أنه كان إيه اللي بيحصل أنه فيه حالات وفيات ولسه على البطاقة إحنا في الفترة الأولانية قدرنا أن إحنا نشيل من قاعدة البيانات أو قواعد البيانات ثلاثة مليون حالة دولة كان بيتصرف لهم التموين والدعم وهم غير مستحفين وبيستفاد منهم ممكن لا مش هما هما مش موجودين مش موجودين مش موجودين أصلا مش كده مين اللي كان بيستفاد بيه بعض التجار بقال التموين والخلاف مش كده ما بقولش طبعا الكل إنما البعض صحيح فبالتالي عملية التحديث للبطاقات كانت واجبة عشان تقدر أنك أنت ترشد الدعم ترجمة نانسي قنقر